ملخص كتاب جدد حياتك بصوت قمر الصفدي يسعى الإنسان دوماً للتغيير والتقدم نحو الأفضل وكلما قطع شوطاً بدأ بالتفكير في الشوط الذي يليه ذلك أن الطموح طبيعة إنسانية تلازم شخصية الأسوياء من البشر غير أن السؤال يبقى عن كيفية قيادة ذلك الطموح بالطريقة الصحيحة وهذا ما سعى الغزالي عبر كتابه إلى الإحاطة به بتوجيهه إرشادات دينية ونفسية وفكرية تقود الطموح الإنساني وتصل به إلى بر النجاح من ثم عقد مقارنة بينما طرحه المعاصرون من المفكرين الاجتماعيين وبينما أسس له الإسلام منذ قرون فكيف يواجه الإنسان خوفه ويجعل للانتصار مذاقاً لذيذة؟ وأين تكمن عبقرية الإسلام في توجيه النفس الإنسانية نحو الفعالية والنجاح؟ الدين الإسلامي دين الفطرة جاء الإسلام ديناً يدعو إلى الفضيلة وسلامة الفطرة بعد أن استطاع الشيطان تشويههما فدع الإسلام الإنسان إلى اتباع الحق والرفعة في الأخلاق وترك الحقد والحسد ومساوئ الأخلاق وحثه على الإيثار والمودة لينظم بذلك عواطفه دون أن يتركها نهباً للشهوات وكان سبيله الأول في ذلك فرض العبادات على الإنسان حتى تطهر نفسه وتبعث فيها شعوراً بالراحة ينعكس على تعاملاته مع الآخرين إن التقرب من الله وتباع تعاليم دينه يبعث في الإنسان حب الخير وأحساساً بالمسؤولية الاجتماعية مما يدفعه للمساهمة في بناء مجتمع خير فيكون تحليه بالأخلاق الحميدة سبباً ينفره من الفساد والغش والحقد والتكبر وكل ما يشيع في جسد الأمة من ظواهر سلبية تساهم في تراجعه وابتعاده عن سبل السمو والترقي في الوقت الذي نحتاج فيه جميعنا إلا التغيير والتجديد نرى البعض آخذاً في وضع الخطط المستقبلية دون إقدام كأن يقول سأبدأ بكتابة البحث بعد شهر أو سأطور مهارات الحاسوبية بعد التخرج من الجامعة وكأن الزمن ينتظره كي يتطور إن هذا التسويف سبب رئيس في الفشل وعلى الإنسان نبذه والتخلص منه لأن التغيير قوة كامنة في النفس تنتظر نيل حريتها حتى تسمو بصاحبها نحو العديد من الفضاءات هذه القوة لا تنطلق إلا بتطهير النفس مما علق فيها من معاص وشرور وما لوثها من كدر وشائبات إن النفس البشرية منزل تعمه الفوضى فيحتاج إلى التنظيم والترتيب بين الحين والحين وليكون ذلك إلا بتجديد العهد مع الله والعودة إليه لأن حياة المعاصي مليئة بالكآبة والقلق تحيل الذكاء والقدرات إلى مصائب والعنات وتكون النجاة منها بغسل النفس من الرذائل والتوبة إلى الله والإقلاع عن الشر وطلب الرحمة والغفران حينئذ يستطيع الإنسان الانطلاق بفترة سليمة تفتح له آفاق السمو والنجاح من منا لا يعاني من فوبيا المستقبل؟ أو لا تلاحقه زلات الماضي؟ كم من ساعات تقضيها في يومك وأنت تفكر في غد وبعد غد وفي السنة المقبلة؟ وكم من ساعات تقضيها بالتفكير في الماضي والندم على ما فات دون أن تدرك بأن قلقك من المستقبل وحزنك على الماضي لا يفيد إلا باستنزاف طاقاتك والتي كان من الأفضل لك توظيفها في إنجاز أهداف الحاضر إن التفكير بتلك الطريقة المتشائمة يؤدي إلى الحط من معنوياتك وعرقلة أهدافك والإسلام جعل الإيمان بقضاء الله وقدره ركنا من أركان الإيمان ودعا إلى التوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيده وحده ولو أن الدنيا اجتمعت لتضر أحدا ما ضرته إلا بإذنه لا يتعارض التوكل في الإسلام مع ضرورة وضع خطط للمستقبل لكنها دعوة للكف عن القلق المفرط الذي يخلف أوجاعا تحل بالنفس والبدن كما أن التوكل لا يعني الجلوس عن طلب الرزق بحجة أنه يساق إلى العبد فهو يساق نعم ولكن بالسعي دون هم وغم مع توخي طلب الآخرة كطلب الدنيا بل وأكثر دون جعل الدنيا أكبر همنا إنما هي حياة لها ما بعدها الثبات والصبر جسران إلى بر الأمان لا يكاد المرء يخرج من شدة إلا أصابته أخرى ليجد نفسه مهموما مترقبا وهنا قدم الإسلام له دليلا شاملا للتعامل مع الشدائد وتقبلها للحفاظ على سلامة النفس والبدن ودعاه ابتداء إلى الصبر والثبات عند التعرض للشدة ثم توقع أسوأ الاحتمالات ومحاولة تقبلها بثبات وطمأنينة وبعد ذلك تبدأ محاولات البحث عن الحلول بالاعتماد على العقل والمنطق وأساليب حل المشكلات عبر استخلاص الحقائق وتحليلها ثم اقتراح مجموعة من القرارات واختيار أنسبها يعد فصل العاطفة عن العقل أمرا هاما يساعد الإنسان في اتخاذ قرارات سليمة وصائبة يتخطى فيها أزماته بأقل الخسائر فالانفعالات النفسية وما تخلفه من مشاعر سلبية تعمل على خداع المرء وتضليله عن رؤية الحقائق أمامه لا سيما إن لم تتوافق مع أهوائه ورغباته وبذلك سيصل إلى قرارات خاطئة اتخذها بناء على حقائق مزيفة ولعل وصول النفس إلى السكينة بعد انقضاء الأزمة سيساعده على اتخاذ قرارات صحيحة العمل والاجتهاد يحسنان حياة الإنسان هل تدري ما هو الانتحار البطيء؟ هو أن تقضي يومك مكتوف الأيدي دون أن تقوم بشيء له معنى فالفراه عدو الإنسان يسلبه معنى الحياة وقيمتها وينزع منه حقه في النجاح والإنجاز ويضعه في دائرة شهواته ويقوده للرذيلة ويجعله صيدا سهلا للقلق والاكتئاب حتى يفقد قيمته ومعنى الحياة وهذا ما حذر الإسلام منه داعيا إلى العمل والاجتهاد وطلب العلم والرزق مبينا أن من يمتنع عن ذلك لن يجد حصادا له يوم القيامة وسيكون من الخاسرين إن العمل والتعلم يقيان الإنسان شر نفسه ويشغلانه عن شهواته التي تقود إلى الخطيئة وتجعله فريسة للقلق أو متفرغا لأذية غيره فعلم النفس يثبت أن الإنسان لا يستطيع الانشغال بأكثر من أمر في ذات الآن وقد ربط الإسلام العمل بالتعلم لأن التعلم وحده غير كاف لخلق المعرفة في النفس وهو يحتاج إلى عمل يترجمه بالتطبيق حتى يرسخ في الذهن ويصبح ثقافة وهذا ما ينطبق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يجب تطبيقها حتى تصبح جزءا من المعرفة ثم جزءا من شخصية الإنسان حياة الإنسان هي نتاج أفكاره لا تريك عيناك الدنيا على حقيقتها بل تريك ما ترغب بمشاهدته فإن كنت منكسرا متشائما سترى الحياة باهتة بغير معنى وإن كنت آملا متفائلا رأيتها بستانا مليئا بالفاكهة وكلما غصت فيها أكثر اكتشفت فاكهة أكثر منها اللذيذ ومنها العلقم ولكنك تدرك أنها جميعها جزء من رحلة استكشافك لا بد من تجربة المر لمعرفة حلو المذاق وعبر التحلي بالقناعة والتسليم لقضاء الله يستطيع الإنسان رؤية الحياة بمنظور أكثر سهولة وفاعلية تعد الصحبة الصالحة أيضا من الأمور المساعدة على تخطي أزمات الحياة ولا يجب أن يحول حب الإنسان لنفسه دون محبته للآخرين حتى وإن كان حب النفس غريزة فيه فهي ليست أمرا غير محمود بل مطلوبة ما دامت لا تزرع الشر في صاحبها ولا تدفعه لأذية غيره فالإنسان بحاجة إلى رفقة تسانده على متاعب الدنيا وقد حث الإسلام على بناء العلاقات الاجتماعية السليمة بين الأفراد والتي تكون مبنية على الإيثار وحب الخير للآخرين لا أدري لماذا لا يطير العباد إلى ربهم على أجنحة الشوق بدل أن يساقوا إليه بصياط من الرهبة أدى الجهل بالإسلام بالملحدين إلى عدم الإيمان به فلم يدركوا قدرته على الأخذ بيد صاحبه نحو التميز وتحقيق ما تصب إليه النفس من نجاحات لنجد وبعد قرون أن ما توصل إليه علماء النفس عبر الأبحاث والدراسات أتى به الإسلام من قديم وقدمه هبة للإنسان شريطة أن يعيه بنفس خالية من الآثام وعقل صاف من الشر ودوافعه وحينئذ يكون للنجاح مذاق آخر يستشعره من آمن وآت الله بقلب سليم ترجمة نانسي قنقر